السلام عليكم الداري. في هذا الفيديو جبت لكم شنو قال المدافع الفرنسي المخضرم السابق للعب مع اندية كبيرة على غيرار تشيلسي مارسي وفرق اخرى. ولعب معه في منتخب فرنسي حوالي خمسين مباراة سجل اربعة اهداف رغم انه مدافع. ولعب ما بين الفترة ديل الف وتسعمية وتسعمية وخمس وتسعين تلق في نجوج مع المنتخب فرنسي. قال كلمة تاريخية بهذا المعنى على اسرف حاكم وتقلق دلو البارحة. كيفاش كان ناجح على مسؤولات ادياله. نبدأ بالتفاصيل. بعد المستوى اللي قدمه ضد ريال مادريد البارحة. قال لوبوف مليسوله على اسرف حاكيمي ودور الظهير اللي قام به قال. اذا لم يكن كذلك فهو من الافضل. اظهر بعد دقيقتين ان هناك كورة عميقة من ريال مادريد خلف حاكيمي. اعتقدنا ان فينسيوس كان سريعا. ولكن حاكيمي اسرع. بعد دقيقتين. اظهر لفينسيوس انها ستكون صعبة للغاية لمدة تسعين دقيقة بنسبة له. نعطيكم لبارتي لولا شنو قال فيها بدريجة. وان حاكيمي في الكورة. لولا دي المباراة كان فينسيوس اعطاه كورة وراء دهار حاكيمي. كان غادي سريع عليها. لكن حاكيمي دغية جمورة واخدالي كورة وكان سريع منه. وبالتالبين حاكيمي لفينسيوس بان المباراة تكون صعبة عليه طول سعين دقيقة او وشي اللي شفنا. وقال ايدا لوبوف. حاكيمي رائع للغاية. لقد عادل التو من كاسون فريقيا. لقد اظهر للعالم مدى موهبته. واحسن حاجق على ايادي. لا احد لديه شك في ذلك. لكنه اكد اليوم للتو انه قام بالمهمة بشكل دفاعي. لقد دفع فينسيوس للدفاع لانه كان يهاجم ايضا. يعني بالدريجة خلا فينسيوسي ولي دافع حاكيمي ايضا كان كي طلع ويساعد لوجوهم ميس وديمارية وكي تخلق لهم مساحات. وبالتالي خلا فينسيوس رجع يدافع ويحاول شد حاكيمي من اللي يكون طال. هاد هادرها الخوطرة العالم كامل دوا عليها وكيفاش حاكيمي ستوب فينسيوس اللاعب لكي برسط اظهره في الدورة اسباني لكن حاكيمي مفهموا له ضده. وكي ايضا كان داروا ضد مانسيتي في دور الجمعات ضد غريلت ادوار دفاعية ادوار رجومية. ورغم هادا باقي الناس كطمعوا معه بحل ميسي وديمارية كيفا اقصوني صراحة شمكت فرش يوم. اسبلكم اسنو قلوبو فالحاكيمي والاداء دياله وهذا ما كان اتشال الله والافراد.